ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل أمامه 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 وكما لا ينظرون من الذين يجب المرارات ويقول لأسفل أكثر نجرة وذلكك أن ترغب لهم عید بغض عرّاس وفهم حغل عرب عراق ويقولون الذين يقولون اترون الوابع آخاء ورادخون الناس في المدينة من المتوافع لا ينظروا في مرارات ويقولون الذين يقبوا للمتزش بها هل يساعدهم أمام الله الذي يساعده الله لهم لا يوجد طريق إستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور Answer the call of your Lord before there cometh unto you from Allah a day which there is no averting ye have no refuge on that day nor have ye any power of refusal but if they are averse we have not sent thee as a warder over them thine is only to convey the message and lo when we cause man to taste of mercy from us he exulteth therefore and if some evil strucketh them because of that which their own hands have sent before then lo man is an ingrate لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنافا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحيا بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم unto Allah belongeth the sovereignty of the heavens and the earth he created what he will he bestoweth female offspring upon whom he will and bestoweth male offspring upon whom he will or he minglet them males and females and he maketh barren whom he will lo he is noer powerful and it was not vouchsafed to any mortal that Allah should speak to him unless it be by revelation or from behind a veil or that he sendeth a messenger to reveal what he will by his leave lo he is exalted wise وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمَ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ And thus have been inspired in thee Muhammad a spirit of our command thou knewest not what the scripture was nor what the faith but we have made it a light whereby we guide whom we will of our bondman and lo thou warily dost guide unto a right path the path of Allah unto whom belongeth whatsoever is in the heaven and whatsoever is in the earth do not all things reach Allah at last do not all things reach Allah